السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة ان شاء الله في موضوع مهم جدا وهو الويب أبليكيشن فيروول انتهينا في الفيديوهين اللي قبل كده من الابليكيشن جاتوي الابليكيشن جاتوي بيانتجريد مع حاجة اسمها الواف الواف اختصار الويب أبليكيشن فيروول الحقيقة هو موضوع مهم جدا المنهج الرسمي مبقى بيتكلمش عنه كتير هو بيديك ايه هو يعني هانت كده وانت المفروض ان انت يقع عليك العبء ان انت تقرأ وتشتغل بايلك كتير علشان تفهم وتشوف ايه البينيفيت والفيتشر وبيقدم لي ايه ومميزاته ايه وبيشتغل ازاي والبوليسي والرول والحاجات دي كلها علشان كده احنا هنتكلم عليه من الديكومنتيشن الخاص بنيكروسوفت علشان نفهم بس ايه هي مكوناتي ايه هو بيقدم لي المميزات يستند ايه الدياجرام او السيناريوهات اللي احنا ممكن نستخدمها بشكل كده نظري قبل ما ندخل نشتغله بايدينا بشكل عملي وان كان هو مش في المنهج ولكن برضو احنا كبعادة يعني بنحب ان احنا نفصل او او نتناول الموضوع بشيء من التفصيل علشان نبقى فاهمين بس بشو اكتر خلينا نروح ل الديكومنت الخاصة بالويب أبليكيشن فيروهول هنا ماكروسوفت بتحاول تفهمني بتقول لي انه الويب أبليكيشن فيروه هو عبارة عن فيروهول ولكن موجه في الاساس من اسمه كده الويب أبليكيشن يعني حضرتك عندك ويب أبليكيشن فهتستخدمه ما عندكش ويب أبليكيشن فبالتالي مالوش اي استخدام عندك تماما بيعمل ايه بيعمل حماية مركزية لجميع ما هو ويب أبليكيشن عند حضرتك يعني بيقدم لك حماية من التحددات من الخاطر من الفعارات وبيستند بيشغله على الكور رول ست زي ما احنا شايفين كده اختصارها مجموعة من واللي في النهاية بتندرج او بتقع تحت منصة او الو الاختصار بتاع المصطلح ده طبعا المصطلحات اللي حضرتك تسمع عادية ممكن تكون سمعتها ممكن تكون سمع عنها اول مرة فبالتالي انت ممكن تقرأ عنها وتستزيل طيب هنا بقى بيقولك ايه بيقولك ان حضرتك ممكن تحمي سواء عندك ويب أبليكيشن واحد او مالتيبور ويب أبليكيشن لحد اربعين ويب أبليكيشن يعني الوافل واحد ممكن تستخدمه لعدد أب تو اربعين ويب أبليكيشن هنا بيكلمني على الرول والبولوسي ومن المخترط كلنا فاهمين الفرق بين الرول والبولوسي البولوسي هي الامبريلا كده المظلة الرئيسية اللي بيندرج تحتها الرول هنا بيحاول يديني وصف واختصر بيقول لي والله ادي اللي مفعل عليها الواف لانه هو اما ان انت بتعمله كواف يعني اما بتشتغل ابليكيشن جاتوي كابليكيشن جاتوي من تحتيه الواف يعني بتعمله اوبجريت كده وبتعلي الفيتشر بتاعته علشان اشتغل الاتنين او اشتغل الواف بس لو انت بتستهدف ابليكيشن زي ما احنا قلنا هنا بيقول لي ايه وبيحاولي فاهمني ايه بيقول لي والله انا بعتمد على الريكوستات اللي جاية جاية رايحة فين والله جاية بقى الوجهة النهائية اللي هي السايت 1 سايت 2 او عندي هنا بيعني بالسايت اللي هو الابليكيشن يعني والله لو لقيت الريكوست جاية من غير اي مخاطر من غير اي تحديد من غير اي مشاكل بعد دي اهو ادي الفاليد ريكوست راح اهو بتدي يوجهه بقى من خلال الولو البولوسي الخاصة بالواف على السايتات او على الانت بول اللي هو رايح لها طب لو كان في اتاك من اي نوع بقى والله خلاص انا ببلوك الريكوست اصلا الموقع اي مكان به GC اعملي ها بقدم اعملو او ان fez كده في مكان و هنشوف ان بعد شوية هنشوف ان انا امرر كمان الاتة الكده يعني لا ماوقفوش ان انا ممكن اعملو فقط فقط عملية كده يعني اسجلو كده في في الايفند و من خلال الول او البوليسي ان انا استطيع التبريدو شكلها خلينا كده اتروي لتشوف البنيفيت الخاصة بالواف بيقول لي والله انا بعمل لك عملية protection مجمل المميزات بتاعتي ان انا ببروتكت الweb application زي ما احنا قلنا يعني الاطار العام كده للواف بيديني حماية مركزية لتطبيقات الweb خلاص تمام هنا بيقول لي انا ببروتكت الweb application من المخاطر والتهديدات والهجمات قبل ما او اللي هي رايحة للback end قبل ما تدخل على الback end بعمل لها حماية هنا سواء عندي web application واحد زي ما قلنا او multiple application وزي ما قلنا بيحمي عدد يعني up to 40 website مستخدام web application او الweb الواف الواحد هنا بيقول لي كمان من ضمن بيقول لي كمان من ضمن البليفت ان ممكن تستطيع ان انت كرية ال custom policy يعني ما تستنيتش على ال policy اللي هي بتيجي المركزية اللي احنا تكلمنا عليها لانهو بينزل ببعض ال policy او بكتير منها علشان تختار ما بينها كل خيار بيبقى على يعني شغلك رايح فين جاي منين متطلباتك ايه هي فبتبدأ تحدد البوليسي اللي انت تستخدمها او انه حضرتك custom policy استنادا الى المتطلبات اللي انت اه محتاجها هنا بيقول لي ان انا كمان من ضمن البليفت بتاعتي اللي اه اه بقدمها ان انا بحمي الابليكيشن دي من الboots او ال malicious boot البوت يا شباب اه في منه انواع كتيرة هو اي اصلا هو عبارة عن برنامج مكتوب وكت معين علشان يدخل يشتغل شغل معين اه كأنه يوزر تمام اختصار شديد جدا كأنه يوزر بيحل معالي اليوزر ولكن اه كروبوت هي طبعا كلمة boot اختصار لروبوت في منه انواع كتير في منه مثلا ال chat boot في منه ال file sharing boot في منه ال internet boot كتير انواع كتير فحضرتك تبقى تقرأ عنه بشيء من التفصيل علشان تفهم هو اه انواعه ايه والarchitecture بتاعته يعني رايحة فين او والتصميمه ازاي بيعمل ايه طيب هنا بيقدمني طبعا الواف اكيد انه هو بيعمل عملية المرأبة يقولني والله يخلي بالك ان الكوست ده جاي لك بتحديد او اه جاي لك بخطر طب دركة الخطر دي ايه طب ممكن نتعامل معها ازاي كل ده بيتسجل في النهاية في الاجر اه علشان حضرتك اه بتعمل عملية بقى مرأبة وتعمل عملية تحليل وتعمل عملية اه الترافك بتاعك تعرف هو رايح فين وجاي منين وايه الاجراء اللي تم عليه هنا برضو بيقول لك ان انت ممكن تعمل عملية زي ما قلنا ممكن استنادا او اه وفق المتطلجات بتاعتك هنا الفيتشر بقى الفيتشر العامة اللي بيقدمها لي هنلاحز هنا انه كل الفيتشر اصلا هتتعلق في النهاية بمميزات الحماية من اطبيقات الويب نلاحز هنا اتشتي بي اتشتي بي اتشتي بي اتشتي بي كل البروتوكول اللي بيتكلم اصلا في النهاية ويب فانا بحميك منه سواء بقى جاي انجيكشن اتشتي بي جاي اتشتي بي مثلا الهيدر الخاص الهدر في مشكلة الهوست في مشكلة الكونفجريشن اهو يعني الكونفجريشن او المسكونفجريشن جاي الادادات فيها الخبطة برضو فيما تعلق بالاباتشي او الاي اي اس فكل ده ويب كل ده تمام هتلاقي هنا حاجة برضو زي الكاسطم رول اللي هو مصر انه هو يكلمك عليها كبينيفيت وكفيتشار هتلاقي هنا برضو ال ديو فلتر يعني ممكن انه هو استنادا على المطيقة الجغرافية او المدينة اللي هو جاي منها او الريجون اللي هو جاي منها الريكوست يعني ممكن اننا اعمل لها اللي هو ابلود يعني اقول له مثلا والله كل الريكوستات اللي جايني خلاص يعني على اعتبار ان الريجون دي فيها تحديد او خطر زي ما كنا شغالي في المدينة رقم واحد لليوزر والتأمين الخاصة لعملية الساينين والريسك والحاجات دي كلها كمام هنا بيقول لي ان انا بشتغل على البوليسي والرول الواف بشتغل على البوليسي وعلى الرول وممكن برضو تعمل للاتنين سواء البوليسي او الرول وهنا خلي بالنا ان انت او بنأكد على ان انت هتلاقي مجموعة من البوليسي نازلة مع الواف جاهزة ومجموعة كمان من الروول بيسموها الورول برضو نازلة علشان حضرتك تستخدمها والاتنين طبعا بيستخدموا او بيسابورتوا عمليات القلاو والبلوك او عملية اللوكز اللي هو يعني اللي هتمنع ولا هتسمح ولكن هتروح تسجل في النهاية او هتمرر وبعد المرادة خلينا نشوف الكلام ده تفصيليا ان شاء الله هنا بيكلمني على الورول اللي هي اللي اختصرتها الورول سيكيروتي او الورول ست وفي منها اصدارات 3.2 3.1 و 3.0 هنا بيكلمني كمان ان انا اقدر برضو تاني ان انا كستم الرول علشان ينبه كن انت العملية فليكسيبيلتي شوية يعني العملية مالينة مش شرط ان انت تستخدم الورول مش شرط ان انت تستخدم الورول اللي نازلها مع الواف او اللي نازلها تلقائيا مع الواف لأ انت ممكن كمان تعمل الكاستم رول او الكاستم بوليسي بتاعتك هنا هيكلمني تاني على بيقول لي ان انت ممكن تستخدم يعني الخدمة او الحماية من مخاطر البوت المدارة مدارة من قبل ماكروسوفت وماكروسوفت هنا بتقسم لي او بتشير اللي هنا بتقسم ان البوت دي اما باد يعني جيني انا عارفة ان البوت ده او الابي اللي جاي منه ال ريكوست ده هو بالنسبالي عندي يعني مصاب او جيني في خطر فانا بأعتبره باد او مجهول بالنسبالي في خطر فكونوا باد انا هعمل دي ناي باي ديفوط فكونوا جود انا هعمل اللاو لكن هنا انا هحيله باستخدام بقى الثريد انتليجنس يعني استنادل على البكال الاصطناعي انا هحوله بقى وهو يعمل له عملية فلترة يعمل له عملية تحليل ويقول لي ده بيصنفه بقى هو هنا شكل من خلال اللي هو كلمني عليها وهنا بيكلمني او بيحاول يقول لي انه ممكن تختار من اي اصدار من الاصدارات اللي احنا تكلمنا عليها هنا هيبدأ يكلمني عن او طرق الحماية اللي هو بيستند عليها بيقول لي عندي طريقتين detection mode والprevention mode detection mode يا شباب اختلاف بينهم انه في detection mode هو هيعمل عملية monitor هيتبع request هيشوف المخاطر والتحديدات ولكن مش حيمنع هو مش هي block شايف هو اقل لك ايه قال لك انا مش اقل لك انا مش اقل لك انا حمرر ولكن بعد اجراء عملية ايه عملية monitoring والتنبيهات اللي حضرتك هتستلمها يعني هعمل لك عملية التنبيهات وتحذيرات هتوصلك بقى من خلال ال dashboard توصلك من خلال الايميل وفق وفق القلية اللي انت شغال بها ولكن انا في النهاية ها ال recost ده هعتبره همررهول ما عندش مشكلة وانت لما يجي لك التحذير لما تشوفه ابدأ بقى اخد ال action وحتى احيله انت automatically اللي هتشتغل عليه او ان انت تشغلني prevention mode يعني هبلوك اي شي جاي ب attack خلاص انا بقى لا هعود استنى حضرتك تاخد ال action ولا هيعود مش عارف ايه تطبق عليه مش عارف policy ايه لا انا كل user او كل client جاي في خطر على طول هبلوك وهطلعله الرسالة الشهيرة بتاع error 403 انه انت غير مخول او غير مصرح لك بالدخول تمام هنا بعد كده بيكلمني عن engine المحركات اللي بيستخدمها ال wife وبيقول لي خلي بالك انه عندي اكتر من engine استنادا على version اللي حضرتك هتستخدمه في core rule set الخاصة بيك علشان كده هو هنا كمان بينصحك بان انت تستخدم version الاعلى اللي هو 3.2 هنا بيقول لي انه علشان يبقى اكتر حماية وعلشان كل اصدار من الكور rule set بتستخدم engine معين فبالتالي انت لما تستخدم الكور set او ال version 3.2 هتلاقيني محول هلك على engine الاحدث لانه برده برده هنا الاصدار اللحظ هنا بيقول لي action اللي هاخده اما هقلو زي ما قلنا اما 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 بيقول لي والله الانومالي ده حاجة كده زي score request ده حقق score يعني جايني مثلا من منطقة امنة جايني مفخوش injection مفخوش text مفخوش مش عارف ايه فبياخد مثلا score معين وفق score ده انا بتعمل معا خلاص عندي هنا نوعين عندي انه traditional mode او non mode traditional mode هو التقليدي اللي بيعمل ايه بيروح للroll في النهاية والله جايني request فخلاص انا بحول الroll والroll يتعمل معا انما score mode لا ده هو جايني request انا ابدأ مشي بقى ورا request ده وبشوف ببدأ اعمل عمليات الprocess بتاعتي اللي انا يعني محضرها او configuration مطبقها عليه وشوف الراجل ده هل هو critical هل هو error هل هو warning استنادا على value اللي جاي عليها زي ما قلنا انه هعمل عملية عملية شروط كده هتطبق عليه شروط ومن خلال الشروط دي هبدأ اشوف هو فانه score واتعمل معاه وفق للscore بتاعتي او اللي طلعت لي في النتيجة طيب عملية configuration بيقول لي انه عملية configuration بتتم ام عن طريق policy او من خلال portal يعني او REST API لو انت حضرتك استغريمه يعني code او هتربط بي حاجة من خلال code او حضرتك ممكن تعمله configuration من خلال Azure resource manager template او حتى بالpower shell يعني فيه اكتر من عملية او اكتر من طريقة لان انت تدير بها الواف بتاعك بعد كده بدأ يجلمني عن monitoring بيقول لي انه كل شيء يتم من خلال الواف هو في النهاية بيتسجل كحدث او بيتسجل ك event من خلال event hub و log analytics اللي بتخزن في النهاية على storage account لان احنا عاركين انت بدأ تقدر تعمل log analytics الا من خلال البيانات تروح ترمي نفسها في block storage فبالتالي هنا بيحاول يفاهمك في الرسم الدين هتم شيء طبعا على اعتبار ال documentation فكل الكلام بيبقى نظري في النهاية هنا بيحاول يقول لك انه انا بقى انت جريد مع defender for cloud defender for cloud احنا للأسف ما سبق اللي ناشن احنا هتكلمنا عليه هو حاجة كده شبيهة بالانتي بيروس ولكن خاص بالcloud بيتعامل مع data بيتعامل مع resource بيتعامل مع vm و يعني ولكن يعني بيعمل عملية detection للresource وال services والdata الخاصة بالcloud بعد كده بدأ يكلمني على المكسوفت برضو المكسوفت الفرق من الاتنين دجل يا شباب ان ده بيستخدم بيستخدم وتحديدا البيانات اللي انت شايفها او بتاعتبرها بيانات حساسة فبالتالي هنا هو بيقدم لك protect هو حتى بيقول لك هي اخسارها اللي هي في النهاية معلومات وبيانات مش ومش vm ومش data يعني لا هنا info فبالتالي هنا بيانتجريت الواب بيانتجريت مع ال ديفينتر كلاود وبيانتجريت برضو مع سنتيم طيب بعد كده ده عبارة عن بعض اللوجز او بعض الصور اللي يعني بيحاول ينبهك انه بيديك بيانات تفصيلية وإحصاءات دقيقة خدا منين جاي لك الخطر بنسبة طب عليه رول رقم كام الحجم كان ادي ايه ال 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 يعني ريبورت او ريبورت زي ما احنا شايفين هنا عملية اللوجز برضو ممكن انت تستخدم الخاص بأجر هنشوف ان شاء الله الكلام ده مع بعض هنا كمان بدأ يكلمك على ال 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 حابب ان يشوف ال 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 طبعا اعتقد انه الكلام النظري برضو كلام ممكن يكون مش واضح قوي لكن ان شاء الله لما ندخل نشتغل بيدنا في الفيديو القادم ان شاء الله نتعرح عليه اكتر ونبدأ برضو ان احنا نشوف او نستذكر الكلام النظري ان احنا انتهينا منه بالوقت اشوفكم ان شاء الله على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته